بسم الله الرحمن الرحيم الأولى من هذه السورة وهي قول الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ وهذه الآية الأخيرة أعني قول الله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ يخبر الله تبارك وتعالى بعظيم إحاطته بأفعال العباد وأعمالهم وما يدور في نفوسهم وكذلك هذه الآية تدل على حفظ الله عز وجل للعبد كما اختار ذلك ابن كثير واستدل بقول الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني أن الآية تدل على أن الله عز وجل يحفظ عباده الله تبارك وتعالى يتكفل بحفظ العباد جميعا برهم وفاجرهم ومسلمهم وكافرهم كلهم تحت حفظ الله وتحت رعايته ولا شك أن المسلم له حفظ ورعاية خاصة ليست لغير المسلمين وكذلك الآية الأخيرة هذه تدل على أن الأعمال بحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كل الأعمال التي تصدر من الناس مسجلة ومدونة قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالأقوال مدونة والأعمال مسجلة حتى ما يدور في القلب من خطرات وعقائد هذه كلها الله عز وجل مطلع عليها فما ينعقد عليه القلب من العقائد الطيبة والنيات الطيبة والإرادات الطيبة يثاب عليها ويؤجر عليها وإن كان القلب خلاف ذلك بمعنى أنه ينعقد على عقائد فاسدة نسأل الله السلامة والعافية ينعقد على عقائد فاسدة وينعقد على إرادات سيئة وعلى أشياء لا ترضي الله عز وجل أيضا هذه مدونة ومسجلة عليه ولما كان قول الله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ لما كانت هذه الآية تشعر بالجزاء على الأعمال وأن الله عز وجل سوف يجازي العبد العبد حينما يقرأ قول الله عز وجل وقول الله تبارك وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هذا يجعلك تتقن العمل وتحسن العمل لأنك تعرف أن هذه الأعمال محفوظة ومدونة والله عز وجل سوف يجازيك عليها فلما كانت هذه الآية تشعر بالجزاء وأن الله عز وجل سوف يجازيك على العمل أمر الإنسان بالنظر فيما يدل على البعث الذي يكون الجزاء بعده فجاء السياق القرآني بعد ذلك الآيات التي بعدها الآية الخامسة من سورة الطهرق قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق هذه الفاء التي جاء بها في بداية الجملة يسميها المفسرون فاء التفريع ماذا يقصدون بفاء التفريع يقولون فاء التفريع هي التي يكون ما بعدها فرعا لما قبلها يعني الآن جاء التفصيل وربما يعني يطلق عليها البعض بأنها عاطفة الشاهد أن جاء بهذه الفاء ثم قال فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق هذه الصيغة يعني هذه الصيغة في اللغة العربية ماذا تسمى لما تقول فلينظر أي وهذا أمر صح؟ إذن اللام هذه تسمى لام الأمر هذه اللام تسمى لام الأمر فلينظر الإنسان مما خلق فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن ينظر والإنسان ما المراد بالإنسان يعني نحن تعلمنا في المجالس السابقة وفي المجلس الماضي بأن الألف واللام تأتي للعهد وتأتي للجنس بمعنى جنس الإنسان فإذا أردنا بالألف واللام هنا الجنس جنس الإنسان فيكون المقصود بالإنسان المسلم والكافر أليس كذلك؟ وإذا أردت بها العهد قد يقال بأن الخطاب موجه للكافر الألف واللام أن يراد به الإنسان الكافر لأنه هو الذي ينكر البعث وهو الذي ينكر الحساب والجزاء فهذه الآية أو هذه اللفظة تصلح لهذا ولهذا ولكن الأفضل أن تحمل على العموم نقول أن الإنسان يراد به المسلم والكافر البر والفاجر فلينبر الإنسان مما خلق قال الله عز وجل فلينبر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق الآن بدأ السياق القرآني يتحدث عن أصل النشأة عن أصل نشأة الإنسان وهذا يعني فيه إقامة للحجة على من والعياذ بالله ينكر البعث بعد الموت فالله تبارك وتعالى يخاطبنا بشيء محسوس نحن كلنا نشاهد وندرك ونعلم بأن أصل تكوين الإنسان هو من هذا الماء الدافق أن هذا الماء الدافق سبب لتكوين ولخلق هذا الإنسان ولتخليق هذا الإنسان طيب الذي خلق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من هذا الماء الدافق والماء الدافق أيضا جاءت تسميته في القرآن من ماء مهين شوف سمى الله عز وجل ماء مهين طيب يعني ماء قليل يسير حقير طيب وسماه الله عز وجل أيضا سماه نطفة يعني دلالة على أنه قليل ولاحظ أنه سماه ماء يعني من ماء دافق ولم يقل ماء يعني يصب صبا لأن الماء الذي ينزل من الرجال يدفق دفقا يعني يسير وليس كالماء المعتاد الذي يدفع دفعا ويأتي جريان فهو يسير ومع ذلك هو سبب لتخليق هذا الإنسان طيب هذا الشيء محسوس ودليل يعني منظور مشاهد وقياس عقلي الآن هذا الذي خلقنا من هذا الماء الدافق أليس بقادر على أن يبعث الناس بعد الموت سبحانه وتعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت سبحانه وتعالى بلى ورب قادر سبحانه وتعالى فإذا هذه حجة ودليل عقلي يعني أنت الآن لما تناظر بعض الملاحدة أو تناظر غير المسلمين هذا ما يعترف بالقرآن يعني أنت لما تقرأ عليهم القرآن ما يعترف أصلا بالقرآن يعني أن الله هو الخالق أو أنه هو الذي أنشأهم من العدم لكن حينما تأتي له بهذا الدليل الله عز وجل يخاطب بالحجج العقلية أم خلقوا من غير شيء يقول الله تبارك وتعالى في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أنت الآن أنت خلقت نفسك هل أنت خلقت نفسك أو خلقت من غير شيء أو هل أنت الخالق ما في خيار آخر يعني لا بد أن يكون لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فإذن الله عز وجل وضح بأصل نشأة الإنسان بأنه خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق هذا الماء الدافق هو الذي يطلق عليه أو يسميه العلماء المني مني الرجال يدفق دفقا والمني هو الذي يوجب الغسل المني هو الذي يوجب الغسل بشرطين متى يجب الغسل إذا دفق المني بلذة يقول العلماء يجب الغسل على الرجل إذا دفق المني بلذة وهذان الشرطان مهمان لماذا؟ لأنه لو دفق المني لو دفق المني بغير لذة فإنه لا يجب عليه الغسل طيب هل يمكن أن الرجل يدفق المني بدون لذة؟ ممكن أم لا غير ممكن؟ كيف؟ أيوة يعني الدفق بغير لذة يكون في الحالات المرضية في بعض الأشخاص مريض فيخرج منه هذا بغير إرادته وبغير لذة فهذا لا يجب عليه الغسل فهمتوا؟ فإذا الدفق يكون دفقا العلماء يقولون أن الغسل يجب بشرطين أن يدفق وبلذة طيب الشرط الثاني اللذة طيب ممكن مثلا أو عفوا الدفق يعني الدفق يعني لو أن الإنسان فكر أو خطر له بعض الخواطر وخرج منه شيء يسير بغير دفق هل يوجب الغسل؟ ما يوجب الغسل لأنه لا بد أن يكون دفقا وبلذة ماشي؟ فإذن هذا التعبير القرآني أن يكون دفقا يعني خلق من ماء دافق وقال الفقهاء بأن الغسل إنما يجب أن يكون إذا اجتمع فيه أمران أن يكون دفقا وبلذة نعم ثم قال تبارك وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الآن هذا النظر فلينظر الإنسان مما خلق هذا النظر ماذا يسمى؟ يعني عندنا النظر يطلق ويراد به النظر البصري صح؟ مثل قول الله عز وجل مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة هذه نظر حقيقي صح؟ رؤية الله تبارك وتعالى صح؟ طيب فلينظر مثلا فلينظر الإنسان أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف خلقت؟ هذا الآن يحتمل أن يكون نظر بصر ويحتمل النظر الثاني ما هو؟ نظر تفكر واعتبار صح ولا لا؟ يعني أنك تتفكر وتعتبر طيب هنا الآن قال فلينظر الإنسان مما خلق هل المقصود نظر هنا بصري ولا نظر اعتبار وتفكر نظر اعتبار وتفكر صح؟ فلينظر الإنسان مما خلق طيب حقيقة إن المرأة إن المرأة لا يعجب وإن المسلم لا يعجب حينما يكون هذا الإنسان الضعيف الذي خلق من ماء دافق كيف يتجبر هذا الإنسان ويتكبر على عبادة ربه يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى والطغاة والعتات والمجرمون على مر التاريخ يتكبرون ويترفعون على عبادة الله تبارك وهم خلقوا من هذا الماء الدافق فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق يعني هذا معنى مما يعني استفهام من أي شيء خلق أنت من أي شيء خلقت فلذلك هذا يوجب للإنسان أن يكون خاضعا لله تبارك وتعالى يجب لك العبودية لله تبارك وتعالى يجب لك التواضع لله تبارك وتعالى تتكبر وتترفع على أي شيء أنت خلقت من ماء دافق فهذا فيه يعني فعلا اعتبار وتوجيه لهذا الإنسان الذي ترفع عن عبادة ربه خلق من ماء دافق وهذا الماء الدافق قال بعض السلف هو عصارة قلب الإنسان وهذا الماء الدافق يخرج كما قال العلماء يخرج من جميع أعضاء الجسد ولذلك بعدما يخرج هذا الماء الدافق يصيب الإنسان الفتور أليس كذلك؟ ولذلك جاءت الشريعة بأن الإنسان إذا دفق الماء فإنه يغتسل لماذا؟ لأن الغسل يجدد له النشاط ويجدد له الدورة الدموية طيب فهو عصارة قلب الإنسان كما قال بعض السلف خلق من ماء دافق وهذا الماء الذي ينصب بسرعة وقوة في رحم المرأة يكون بإذن الله عز وجل منه الولد ويتخلق منه الولد ثم بيّن الله تبارك وتعالى مصدر خروج هذا الماء من أين يخرج هذا الماء؟ قال الله تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب الصلب قال العلماء هو صلب الرجل طيب والترائب اختلف العلماء في الترائب ما هي الترائب؟ الترائب الآن جمع ولا مفرد؟ جمع ما مفرده؟ ترب لا ولا ترب الترب الذهب الترب الترب هو مفرد الأتراب ما معنى الأتراب؟ الأتراب لما أقول لك أنا وخالد أتراب يعني أنا وأنا في سن خالد فالترب هو واحد الأتراب طيب لكن ترائب ما مفردها دعنا نطور اللغة العربية شوي ها قربت تربة ما شاء الله عليك أحسن هي هذه مفرد الترائب تريبة تريبة يخرج من بين الصلب والتراب الصلب باتفاق العلماء أن الصلب هو صلب الرجل أو المرأة بالاتفاق المرأة ليس عندها صلب ماذا يراد بالصلب؟ معدن؟ معدن؟ الصلب ما هو الصلب؟ احسنت هي فقرات العمود الفقري ها؟ أيوه العمود الفقري هو صلب الرجل هذا هو الصلب فهو يخرج هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب طيب ما هي الترائب؟ الترائب أيوه أحسن الترائب هي عظام الصدر الترائب هي عظام الصدر طيب هل المقصود هنا الآن يعني وقع خلاف بين العلماء هل المقصود أن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب بمعنى يخرج من بين صلب الرجل وترائبه عظام الرجل ولا ترائب المرأة فهمتو؟ هنا قولان للعلماء يوجد قولان للعلماء قال بعض العلماء يخرج من بين الصلب والترائب يعني أن هذا الماء الدافق يخرج من صلب الرجل ومن ترائب المرأة من عظام صدر المرأة هكذا يقولون وهذا القول هو القول الذي عليه جماهير السلف يعني القول المشهور بأن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب أن يراد به صلب الرجل وترائب المرأة هناك قول آخر اختاره من المعاصرين شيخنا الشيخ محمد بن اعتمين رحمه الله وهو أن يقول الشيخ رحمه الله أن السياق القرآن يدل على أن المقصود صلب الرجل وترائب الرجل يعني أن هذا الماء يخرج من صلب الرجل وبين ترائبه ما بين ترائب الرجل وليس ترائب المرأة طيب اتفضل صح عندها فقرات صح بس ما يسمى صلب يعني أيوة طبعا طبعا وليس تذكره كالأنثى يعني تركيب هي فقرات فقرات لكن التركيب والخلقة تختلف وليس تذكره كالأنثى يعني هل هل المرأة عندها صلب بمعنى أنه الصلب يعني من الصلابة قد يكون له علاقة يعني معنى الصلابة لكن المقصود أنه القرآن وحتى العلم التجريبي الحديث يؤكد أن هذا الماء يندفق من الصلب من ظهر الرجل طيب نعم والمرأة يختلف يعني تختلف في التكوين والتركيب يعني ليس ليست فقرات المرأة كفقرات الرجل وليست المهام كالمهام أيضا يعني كل عضو له مهمة المرأة تختلف ولذلك الله عز وجل يقول وليس تذكره كالأنثى الناس يظلمون المرأة حينما يقولون ندعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة الآن يظنون الآن وما يسمى بالنسوية ويعني هؤلاء الدعاة التغريب يظنون أنهم الآن ينتصرون للمرأة كيف تنتصر للمرأة الله عز وجل يقول وليس تذكر كالأنثى وانت تاخذ المرأة الضعيفة المسكينة وتجعل المرأة يعني تعمل في الشوارع وتعمل في الطرقات وتعمل في المناجم وتعمل في يعني أعمال لا تتناسب مع طبيعة المرأة ولا تتلاءم مع أنوثتها هذا ظلم للمرأة الإسلام هو الذي أنصف المرأة الإسلام هو الذي كرم المرأة وجعل المرأة أما وجعل المرأة زوجة وجعل المرأة أختا وجعل المرأة بنتا وأوصى بالإحسان إلى البنات وأوصى ببر الوالدين وأوصى بالإحسان إلى الزوجات انظروا إلى حال بفضل الله عز وجل أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا يعيشون كالأميرات في البيوت والله الحمد مكرمات ومعززات بينما هؤلاء يعني تطرد من البيت إذا وصل عمرها 17 سنة أو 16 سنة وتخرج تكدح وتكون لعبة ويعني لقمة سائغة يعبث بها العابثون يعني ما عليش هذا استطراد لكن يعني دعاها المقام يعني طيب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب المرأة لها ماء كما أن الرجل له ماء ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت إحدى الصحابيات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل هل على المرأة من غسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن هي رأة الماء نعم إن هي رأة الماء فقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها ولدها جاء في الحديث بأن الماء يعني هناك نعم إذا على ماء الرجل ماء المرأة وإذا سبق يعني ورد في الحديث سبق وورد علو طبعا لفظة العلو اختلف العلماء في تصحيحها ممن يضاعف لفظة العلو يعني إذا على ماءه ماءها أذكر وإذا على ماءها ماءه ماءه يعني أصبح أنثى طيب فهذه اللفظة شيخ الإسلام وابن القيم يضعفون هذه اللفظة لكن هناك اللفظ الثابت هو السبق إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزعه يعني أصبح الشبه إلى الأب وإلى الأعمام طيب وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى المرأة وإلى أخواله لاحظ طيب فإذا الحديث تدل وتثبت بأن للمرأة ماء كما أن للرجل ماء طيب ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك يخرج من بين الصلب والترائب هذا يدل أن هذا الماء يخرج من أعماق يعني من العمق ومن مكان مكين ثم قال جل وعلا بعد ذلك إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر الضمير في قوله إنه يعود إلى الله تبارك وتعالى ليس كذلك إنه أي الله تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر الضمير في قوله على رجعه يعود إلى أي شيء على الإنسان ولا على الماء ما هو أقرب مذكور هنا الأقرب هو المال يخرج من بين الصلوة إنه على رجعه لقادر صح ولا لا طيب هذه أيضا اختلف فيها العلماء والقول الأقوى والأشهر أن الضمير هنا يعود على الإنسان يعني قاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ترى هذه ما هي دائما ما هي دائما صحيحة يعني هذه في الغالب يعني القواعد التي يضعها العلماء قواعد أغلبية طيب فقد يكون السياق ما يساعد يعني ما يسعف فالسياق هنا يدل على أن إنه على رجعه على قادر أي أن الله عز وجل قادر على إعادة هذا الإنسان لأن الآن الحديث في مناظرة منكري البعث الذين ينكرون أن الله عز وجل قادر على إحياء الإنسان وعلى بعثه بعد الموت طيب فقال تبارك وتعالى إنه على رجعه لقادر أي أن الله عز وجل قادر على رجعه على إعادة الإنسان ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في الآيات الأخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون الله عز وجل دائما يستدل بالبداية على الإعادة طيب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيش والكل هين في حق الله تبارك وتعالى ولكن الله يخاطبنا بمستوى عقولنا وهو الذي خلقنا من عدم الذي أوجدنا من عدم أليس بقادر على إعادتنا سبحانه وتعالى هذه المعاني يا أخوان نحن بحاجة أن نكررها وأن نرسخها وأن نثبت هذه المعاني ولسيما في قلوب الناشئة في قلوب أولادنا في قلوب صغارنا لأننا الآن في زمن كثرت فيه الشبهات كثرت فيه الفتن كثرت فيه المشككون الذين يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم يريدوا أن يشككوا الناس في عقيدتهم ويوجد عندهم الاضطرابات والحيرة فهذه قضايا فطرية بدهية يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الإنسان بفطرته يعني حينما يترك مع فطرته السليمة يولد موحداً لله تبارك وتعالى عارفاً لله عز وجل ولكن تأتي هذه الملوثات وتأتي هذه الشبهات فتحرف الفطرة فإذاً إنه على رجعه لقادر الله عز وجل يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه ويقول عز وجل في الآيات الأخيرة من سورة ياسين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى طيب ثم قال تبارك وتعالى في الآيات الأخيرة معنا في السياق في هذه الليلة يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر تبلى بمعنى تختبر وتمتحن وتكشف هذا تبلى تبلى السرائر والسرائر جمع سريرة صح ولا لا؟ سريرة نعم بمعنى ما يكله الإنسان في نفسه صحيح السرائر هي ما في القلوب وما في الصدور هذه سريرة الإنسان له سريرة وله ظاهر أليس كذلك؟ لا يعلم الظواهر أو لا يعلم السرائر إلا الله تبارك وتعالى صح ولا لا؟ نحن في هذه الدنيا نتعامل مع الناس بموجب السرائر ما في القلوب أو نتعامل معهم بالظواهر بالظواهر أليس كذلك؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ ألم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون؟ ألم يكن هناك منافقون يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر؟ طبعا أنا أقصد بالنفاق النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي هناك النفاق نوعان عندنا نفاق اعتقادي وعندنا نفاق عملي ما الفرق بين النفاق الاعتقادي والعملي؟ يؤمن بهذا الشيء كيف؟ يؤمن بهذا الشيء يؤمن يعني بالكفر طيب ولكنه يظهر الإيمان يعني النفاق الاعتقادي هو الذي يعني يبطن الكفر وكراهية الإسلام ويظهر الإسلام يعني مثل عبد الله بن أبي كبير المنافقين هذا كان منافق منافق كبير اعتقادي طيب هناك نفاق عملي ما معنى نفاق عملي؟ يعني عمل 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 مثل مثل أيوة أحسنت إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر صح؟ يعني هذه الآن خصال وأخلاق عند المنافقين يعني قل من يسلم منها أحد ولا لا يعني قد يبتلى فيها الإنسان يعني قد الإنسان لا قدر الله مثلا يقع في الكذب لا قدر الله يعني لا يتعمد الكذب لكن قد يقع في ذلك طبعا المسلم المفروض أن ما يخون والمفروض أن ما يغدر هذه أخلاق أخلاق منافقين يعني لكن لو وجد لو وجد شخص مسلم غدر أو خان هل نخرجه عن الإسلام؟ لأن هذا نفاق عملي ولا اعتقادي؟ نفاق عملي طيب فإذن الآية تدل على أن الحساب يوم القيامة على الصرائر على البواطن وأما الحساب في الدنيا يكون على إيش؟ على الظواهر واحد يصلي ويحضر في المسجد ويزكي ويحج ويصوم تجي تقول لا أنت كذاب؟ لا أنت منافق؟ كيف دخلت دخلت في قلبه ما أدراك يعني يعني تشكك فيه أو بعضهم يقول لك والله هذا كذاب هذا يصلي بس كذاب اشتراك أنه كذاب طيب هذا شيء بين الله عز وجل هذه سريرة يعني بعضهم يقول لك مثلا هذا والله هذا مثلا يصوم أو يحج أو يقرأ أو كذا رياء كذاب ما أدراك يا أخي هذا عمل قلبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينكر على الصحابة حينما يدخلون في قوايا القلوب والسرائر ما تعرفون قصة أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله تذكرون قصة أولا لا لما كانوا في إحدى الغزوات ورفع السيف أسامة بن زيد رفع السيف على أحد الكفار وقد لاذ منه يعني فر منه فقال هذا الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسامة ما وقف هذا شهر قتلوا فبلغ الخضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة إيش اعتذر ماذا قال إيش قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف قال إنما قالها يعني ترى ما قال لا إله إلا الله صدقه قالها خايف من السيف فماذا رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أشققت عن قلبه يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أشققت عن قلبه يا أسامة كررها حتى قال أسامة تمنيت أنني لم أكن قد أسلمت بعد يعني يقول تمنيت أني ما بعد دخلت الإسلام يعني من شدة ما أنبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حب النبي وابن حبه أسامة ابن زيد ابن ابن حارثة زيد ابن حارثة حب النبي يعني كان من أحب الأشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه في حجة الوداع أردف ابن عباس وأردف أسامة يعني كان من أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة أدخل معه عسامة لأنه من أحب الناس إليه وحينما سرقت المرأة المخزومية بن مخزوم هم قبيلة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان من بني مخزوم وهذا فخذ كبير جدا في قريش يعني من الأشراف والوجهاء من القبائل الكبيرة جدا فامرأة مخزومية سرقت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها فقاموا بني مخزوم قالوا يعني كيف امرأة من بني مخزوم يعني مثل لما تقول الآن امرأة من الأسرة الحاكمة مثل لما تقول مثلا الأسرة الحاكمة في إحدى الدول تقول مثلا واحدة من الأسرة الحاكمة ستقطع يدها شيء كبير صح أو لا فجاء هؤلاء قالوا كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها فقالوا يعني كلموا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يجرؤ أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية حد من حدود الله النبي صلى الله عليه وسلم سيقطع يد المخزومية في حد من حدود الله سرقة فقالوا شوفوا أسامة لأنه دائما الإنسان إذا كان غضوب إذا كان مثلا الموقف حرج لازم تشوف واحد شخص مناسب للمهمة يعني شخص مقرب يجيب نتيجة فقالوا أسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه عن المخزومية فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله والله والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت في يدها صلى الله عليه وسلم انظروا كيف قامت العد والإنصاف ما في محابات ولا في مجاملات في الحدود وما إلى ذلك فالشاهد أن موضوع السرائر والبواطن هذه خلوها على الله عز وجل لا تدخلوا في السرائر الإنسان الذي يظهر الخير يظهر الصلاح يعني يشهد له بالخير ويشهد له بالصلاح إذا ظهر منه خلاف ذلك نتعامل معه بقدر ما ظهر منه إذا ظهر منه شيء من السوء ظهر منه شيء من المكر شيء من الإفساد شيء من الخبث نتعامل معه بقدر ما ظهر لكن مدام الرجل لاهره الخير يشهد الجماعة ويصلي مع الناس فإذا لا نحاسب الناس بالسرائر ولكنه في يوم القيامة يكون الحساب على السرائر ولذلك يا إخوان دائما يؤكد العلماء على أهمية العناية بأعمال القلوب عندنا الأعمال تنقسم إلى قسمين عندنا أعمال قلوب وأعمال جوارح صح أو لا؟ طيب ما هي أعمال القلوب؟ مثل إيش؟ يعني قصدك اليقين والإيمان طيب إيش؟ التفكر إيش بعد؟ يعني الإخلاص الإخلاص النية تقصد الإخلاص طيب في أعمال يذكرها العلماء للقلوب ما تعرفونها؟ أيوة الإخلاص الصدق الخشية الخشوع الإنابة اليقين هذه أعمال قلبية طيب؟ هذه أعمال قلبية فلابد أن الإنسان يهتم بأعمال القلوب التي هي الصدق الإخلاص الخشوع الخشية الخوف أحسنت؟ هذا من أعمال القلوب فلابد أنك تهتم بأعمال القلب أكثر من أعمال الجوارح لا يكن حالنا يعني كحال الذي يعني يعمل بجوارحه وقلوبنا قاسية كالحجر يعني لا تتأثر ولا تنب لا لابد أن نهتم بهذا القلب لماذا؟ لأن أعمال القلوب هي التي تحرك الجوارح القلب كما يعني جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد ألا وهي القلب ولذلك شيخ الإسلام يقول القلب ملك القلب ملك ليشبه القلب بأنه ملك والجوارح كالجند تأتمر بأمره هذا الذي يتوضع ويستيقظ في هذه الأيام في الليالي القصيرة يغادر فراشه ويذهب للمسجد ما الذي أيقظه؟ وما الذي أقام لصلاة الفجر؟ أعمال القلوب يعني لولا أن القلب هو الذي أيقظه هو الذي أمره أن يغادر ويقطع راحته ليذهب ليؤدي هذه الفريضة ليصلي صلاة الفجر فلابد أن نهتم بأعمال القلوب أكثر من اهتمامنا بأعمال الجوارح ولذلك كان الحسن البصري وهو من التابعين كان يقول عن صديق هذه الأمة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول يقول والله ما سبق الصديق أبو بكر يعني والله ما سبق الصديق الناس بكثير صيام ولا صلاة أو بكثير صلاة ولا صيام ولكنه بإيمان وقر في قلبه يعني العبرة نهب الكثرة يعني قد يكون الإنسان عنده أعمال كثيرة في الظاهر لكنها غير مؤثرة في قلبه وغير نافعة ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وحدثنا عن الخوارج فقال عن الخوارج الذين قال جاء في الحديث بأنهم كلاب أهل النار والخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإيمان ماذا جاء في أوصاف الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته يعني ناس يصلون كثير ويقرؤون القرآن كثير ولكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لابد أن يكون عندنا يا إخوان إيمان راسخ ويقين نتفقد هذه القلوب يكون عندنا صدق يكون عندنا إخلاص في عبادتنا إقبال على ربنا سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر ثم قال جل وعلا بعد ذلك فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر أيضا جاء هنا في الضمير فما له ضمير هذا يعود على من إنسان ولا الكافر يعود على الإنسان يعني على المسلم والكافر فما له من قوة ولا ناصر هذا متى 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 يكون الإنسان فما له من قوة ولا ناصر في الدنيا ولا في الآخرة في الآخرة فما له من قوة ولا ناصر يعني ليس عنده قوة ذاتية ليس عنده قوة في جسده يعني يدفع عن نفسه وليس له من ينصره هل يوجد أحد ممكن أن يدافع عنك يوم القيامة إذا لم يكن عندك عمل صالح ينجيك هل ينفعك أحد ما ينفعك أحد يقول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أقرب الناس إليك من أبوك وأمك ومع ذلك يفرون عنك يوم القيامة زوجتك أولادك أصحابك ما ينفعونك ما ينفعك نعم ما ينفعك إلا عملك قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون نحن في الدنيا هنا يعني يساعد بعضنا بعضا أليس كذلك وينصر بعضنا بعضا ويشفق بعضنا على بعضا إذا واحد من أخواننا أو من جماعتنا أو من جماعة المسجد أصيب لقدر الله بمصيبة أو مكروه نحاول نساعده بما نستطيع أليس كذلك؟ لكن في الآخرة لا ما تستطيع أن تساعد أحد لا يساعدك ولا ينفعك إلا عملك الصالح إذن هذه تقريبا آخر آية معنا في السياق في هذه الليلة فلينظر الإنسان أما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل الصرائر فما له من قوة ولا ناصر الآيات ثملت على عدد من الفوائد والحكم منها أن الله عز وجل يأمر الإنسان بالتفكر في مبدأ خلقه أن التفكر طريق من طرق المعرفة ولذلك أثنى الله عز وجل على المتفكرين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا التفكر يعني تتفكر في عظم هذا الكون تتفكر في عظم هذا الخالق تتفكر التفكر الذي يقودك إلى الإيمان يقودك إلى الخضوع إلى التوحيد إلى طاعة الله عز وجل الآيات من الأدلة الحسية والمادية على البعث لأن تحدثت عن أصل خلقة الإنسان وهو هذا الماء الدافق فهذه الآية تصلح أن تكون دليلاً لمناقشة الذين ينكرون البعث يقال له ألا ترى أنك الآن يعني الإنسان يخلق من هذا الماء الدافق طيب من الذي خلقه؟ من الذي أوجده؟ أليس الذي أوجد هذا بقادر على أن يحيى الموتى؟ سبحانه وتعالى كذلك ذكرنا لكم الفائدة الفقهية بأن هذا الماء الدافق يوجب الغسل بشرطين أن يكون دفقاً أن يكون دفقاً وليس يعني نزولاً يسيراً أو إفرازاً وإنما يكون دفقاً وأن يكون بلذة كذلك الآيات وضحت أن مصدر هذا الماء هو الصلب صلب الرجل وهي فقرات الظهر والترائب وهي عظام الصدر وقد اختلف العلماء هل المقصود به بعظام صدر الرجل أو عظام صدر المرأة وجماهير المفسرين على أن المراد به صلب الرجل وترائب المرأة يعني وعظام صدر المرأة كذلك الآيات تدل على أن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة إلا عمله وليس له من يدافع عنه ولا يناصره فما له من قوة ولا ناصر ولذلك يا إخوان يعني ما دمنا في هذه الدار في دار المهلة علينا أن نتزود بالطاعات أن نتزود من الخيرات لأن هذه هي التي تنفعك هذه التي تشفع لك بقدر ما تستطيع أكثر من طاعة الله عز وجل أكثر من الصلاة أكثر من الذكر أكثر من قراءة القرآن أكثر من الصيام أكثر من بر الوالدين أكثر من الأعمال التي تكون ناصرة لك وشافعة لك يوم القيامة بإذن الله عز وجل هذا يعني ما يتعلق بهذا السياق وفي الدرس القادم لعمل الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية وتتمة سوف نبدأ من قول الله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إلى آخر السياق القرآني نسى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع عمل الصالح في الولد البار أن يغفر لنا وليوالدين المسلمين إذا كان عندكم سؤال يتعلق بالدرس في عندكم شيء ولا نختم نعم 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 مجرد يعني الجماع يوجب الغسل نعم سواء خرج ماء أولا ما خرج ماء بعدين أصلا ماء المرأة ليس كماء الرجل يعني ماء الرجل يدفق دفقا وغليظا ماء المرأة يعني رقيق والنساء يتفاوتن في ذلك يعني قد يكون بعض النساء ليس لها ماء أو لا يرى لها ماء أصلا طيب فمجرد حصول الجماع طيب هذا يوجب الغسل على الرجل والمرأة أين عم أين عم أين عم يطلع من الرجل يشتخذ صدر المرأة في الشهر يعني أن يعني أن الجنين المولوء أيوة الجنين الجنين يتكون من ماء الرجل وماء المرأة وماء الرجل يأتي من صلبه وماء المرأة يأتي من ترائبها من صدرها أيوة أيوة هكذا قالوا قالوا يعني أن هذا الجنين بقدرة الله عبارة عن اختلاط من ماء الرجل وماء المرأة طيب طبعا العلماء انتذكرتنا يعني كويس العلماء المعاصرين علماء الطب الحديث ينكرون هذه الحقيقة يعني يرون بأن بأن الجنين يتكون من ماء الرجل فقط يعني لا يعترفون بأن المرأة لها ماء وأن الماء هذا يؤثر على التخليق وهذا طبعا مصادم لظاهر القرآن ومصادم للسنة الصريحة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لها ماء وقال بأنه يعني إذا سبق ماءها ماءه نزع الولد إليها يعني كيف يكون الشبه يكون الشبه إذا نزع أو إذا سبق الماء المرأة ماء الرجل نعم فهذا المقصود يعني المقصود أنه يعني يتحدثون عن التكوين تخليق المولود أنه يتكون من الصلب ومن ترائب المرأة البيضة؟ لا البويضة؟ بويضة المرأة؟ لا 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 بويضة المرأة غير الماء لا 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 ماء المرأة شيء آخر أي نعم مع اللقاء مع لقاء الرجل يكون لها ماء أي نعم ليست البويضة البويضة شيء آخر نعم والله أعلم الله أعلم ترجمة نانسي قنقر